بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذو رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد مشاهدين الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في دروسنا الرمضانية على قناة مغرب تيفي من بروكسل بلجيكا حياكم الله وتقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام مشاهدين الكرام شهر رمضان شهر الخيرات والبركات شهر يجب علينا أن نتنافس فيه على الأعمال الصالحة هنا الله عز وجل طولنا في العمر حتى وصلنا رمضان فهذا الشهر الله عز وجل كي يضعف فيه الأجور فلذلك شهر رمضان شهر الصدقة الصدقة فيها خير عظيم فدرسنا اليوم عن الصدقة بينما الصحابة رضي الله عنه مجمعين جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم جالسين كأنه البدر بل أبهى أحاطت به نجوم السماء ينهالون من فيض خلوقه وعلمه الصحابة رضوان الله عليه وسلم كانوا كي تعلموا من نبيه صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن تحلق مر كانوا كي يتحلوا بالنظر إلى وجهه الكريم قد سعدوا وحق لهم ذلك فكيف لا يسعد من تكحلت عيناه برؤية خير البشر وتشنفت أذناه بسماع خطاب أفضل الأنبياء والمرسلين كيف لا يسعد من يجلس بين يدي إمام الأئمة وقدوة الخليقة كيف لا يسعد من يستقي تعاليم الإسلام من معينه الصافي ومن هله العذب بينما هم على هذه الحال وما أطيبها من حال إدخل عليهم قوم حفات عرات كانوا جلسين مع الرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليهم شئة الناس حلتهم حالة حفات عرات احتل البس ما عندهم شي مكمول احتل الصبات ما عندهم شي لي تمشى به فقراء حفات عرات فعباءة أحدهم لا تكاد تسطر بعض جسده ملابس الجليل البديل ولكن ما تسطرش الجسم دياله إخواني الكرام متقلدي السيوف عاماتهم من مضر كانوا عليهم عندهم السيف والأغلبية ديالهم من واحد القبيلة مسمية مضر بل كلهم من مضر بهم من الفاقة ما لا يعلمه إلا الله فقراء مساكن كيعانيوا من الفقر ما القوم يكلوا ما القوم يلبسوا قد تناوشهم العوز والحاجة دفعهم الجوع والفقر حتى ساقتهم أقدامهم إلى أكرم الخلق وأرحم الناس بالناس جاءوا إلى من عاش هم أمته همًا واحدًا ضاقت معه نفسه حتى ما عادت تنشغل بغير الإسلام وأهل الإسلام صلوات الله عليه والسلام جاءوا وقد أحسنوا المجيء وأفلحوا في الاختيار جاءوا أختاروا النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا عند أرحم الناس هو الرسول صلى الله عليه وسلم كيف لا وقد قصدوا من يلهج إلى مولاه سبحانه أن يرزقه أن يرزقه حب المساكين فامتلأ قلبه بحبهم فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دائماً كي يدعي الله عز وجل كي يقول اللهم ارزقنا حب المساكين فغدى أباً للمساكين وملاذ الفقراء والمعوزين فلما رأاهم صلوات ربي وسلامه عليه تمعر وجهه ثم دخل بيته وخرج مضطرب الحال منشغل التفكير الرسول صلى الله عليه وسلم مني شافتك الناس حالتم حالة مساكن فقراء ما القوم يلبسوه تألم تألم علش يتشوف الفقراء نقرنوا بالحالة دي للنبي صلى الله عليه وسلم والحالة دي للأمة الآن الأغنياء لله عز وجل عطالهم القصور وعطالهم الأموال وكي يعيشوا في الخيرات وكي يدوزوا بتكسيارة الفخمة دي لهم في الأحياء الفقيرة وكي يشوفوا البررك والناس كي يعيشوا تحت القصدير ما كي القوم يأكلوا قعمدواها فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم تمعر تمعر وجهه تغير الوجه دياله تخصر مرة حيث تشافهم نفتيك الحالة مساكن مع المعنهم لا مكلة لا شرب الآن في الشاشة ديالتليفزيون كنتوفوا كل نهار الفقراء مساكن اللي مكي القوم يأكلوا سواء في البلادنا أو في البلاد العربية والإسلام يغلبهم لأسف إخوة السوريين مساكن مكي القوم فيني نعسوا فقراء ملايين ديال الفقراء وحتوحين ما كيتغير وحتوحين ما كيبغي يساعد إلا القليل طبعا مهموما مغموما الرسول صلى الله عليه وسلم يشافهم في هذه الحالة تغيرت تغير الوجه دياله وصبح مهموم مغموم فديش عمل عيت البلال سيدنا بلال رضي الله عنه بلال بن ربح قالوا فأمر بلال فأذن وأقام قالوا يا بلال شيء الدن أقيم فحل رأى وقت الصلاة هو مشيحته وقت الصلاة فصلى ثم خطب فقال أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاعي بره من صاعي تمره حتى قال ولو بشقي تمره قال جرير الرسول صلى الله عليه وسلم اخطب في الناس قال تصدق ولو بيدي دينار ولا درهم واحد ولا بتتوب ديالك بتكشي اللي عندك يعطيه تفاعل مهم تفاعل وساعد الإخوان ديالك الفقراء مساكن نعم من صاعي بره من الطحير اللي عنده من البر الصاع هو ديك الميزان اللي كانوا كيزنوا به كيلو ولا نص كيلو من ساعي تمره التمر إلى عندك التمر جيبه يقول هنا قال جرير فجاء رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال ثم تتابع الناس الله أكبر الأمة فيها خير الأمة دينا فيها خير إخواني المسلمين خسنا غير ليكون قدوة غير ليفتح الباب ديال الخير غدلقى الناس كلهم كي يشاركوا شوف هذا واحد من الأنصار جابوا حصرة ثم ساعي ذلك من بعد تتابع الناس الناس كلهم كل واحد ديش كي يجيب سبحان الله قال ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه كأنه مذهبة هنا انفرجت أساريره عليه الصلاة والسلام وزال همه وانزح غمه وهو يرى أبناء أمته يشعرون بحاجة إخوانهم ويهتمون لهمومهم ويرسمون في صورة رائعة شعور الجسد الواحد والأمة الواحدة بأشجار الإخاء وزهور المحبة فقال عليه الصلاة والسلام مبينا قاعدة مهمة في هذا الدين تدل على سموه وعلوه وعظمته ويسره من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا سبحان الله إذا الإنسان يجبه الفكرة جديدة سنة حسنة فشعون الفقراء واللي اخترع شي حاجة يسهل حياة ديال الناس فهذا الإنسان يخذ الأجر ديال كل الناس اللي يستنفعوا من الفكر ديال ولا من الاقتراح دياله مشي في حال هذا الزمان يقول لك بعض الناس يقول لك كل شيء بيدعا لا بيدعا هذا شيء ماشي من الدين سبحان الله يا أخواني الكرام والله العقلية ديال الناس عجيبة عاد في هذا الأسبوع واحد جاء وقف السيارة دياله أمام الموقف المخرج ديال السيارة تكلمت وقلت له يا أخي يعني هذا مخالف للقانون ديال السير ونقال للقانون ديال قال لك يا أخي هذا ماشي القانون ديال الإسلام سبحان الله وفي الأمور الأخرى يقول لك لا بيدعا وحرام ولا يجوز في الأمور ريال الخير تقلبت المفاهيم ديال الناس كي يظن الإسلام صافي مشي يصلي والبستيك للبس قصير تولح يديا تحتل هنا وسب في الناس وكفر في عباد الله هذا هو الإسلام اللي عند بعض الناس أفكار متخلفة متنطعة متشددة ليس هذا من الإسلام في شيء الإسلام هو دين خلق عظيم الإنسان كي احترم القوانين وكي احترم الناس وكي يكون مفتاح للخير مغلاق للشر هذا هو الإسلام من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة إنها الصدق إخواني الكرام شعار المتقين ولواء الصالحين المصلحين زكاة للنفوس ونماء في المال وطهار للبدن مرضاة للرب بها تدفع عن الأمة البلايا والرزايا تطهر القلوب من أدران التعلق بهذه الدنيا وأوظارها وشهواتها وملذاتها سبحان الله الصدق كاتتهر القلوب طبعا الناس كيحبوا المال وكيحبوا كل شي اللي كيملكوه ولكن لي كيتصدق تكصدق كاتتهر لك المال ديالك واتتهر لك الجسم ديالك وتنقي لك القلب ديالك وكاتفرحك واتدخل البركة على الرزق ديالك فإذن قسمع الفقراء فحالي كيعملوا الصحابة رضوان الله علي مجمعين والخير في الأمة موجود الصغير اللي يقوم ويبادر بهذا الخير إخواني الكرام نعم خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن إن صلاواتك سكن لهم والله سميع عليم وفي أعظم مضمار في أعظم مضمار سباق شهدته الدنيا قال عمر رضي الله عنه يوما لأسبقن أبا بكر اليوم فخرج بنصف مهله سبحان الله الصحابة كانوا كيتصدقوا على الخير سيدنا عمر رضي الله عنه قالها النهر آناغا سبق سيدنا أبو بكر في العمل يالخير جاب النص دي الفلوز دياله مشال البنك دياله حالي عندنا في هذا العصر خرج النص دي المال اللي ييملك ونفقه في سبيل الله أعطاه للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا يعطيه الفقراء والمساكين نعم يا عمر ما تركت لأهلك قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم ليش خليتي العائلة ديالك قلهم قل قل يا رسول الله تركت لهم مثله خليت لهم النص فجاء الصديق رضي الله عنه أبا بكر رضي الله عنه جاء بنصبي بماله كله سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ما يغلب احتيش واحد في الخير جاب تكشي اللي يملك كل شي الفلوس اللي عنده كلهم جابهم باش يتصدق بهم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما تركت لأهلك فأجابه بماذا قال تركت لهم الله ورسوله الله أكبر تركت لهم الله ورسوله ونعمة إذا خلت لهم الله الله اللي يعطي اللي يمنع الله أكبر نعم إنه عمق الإيمان وصدق اليقين بالله وإخلاص التوكل عليه والشعور بجسد الأمة الواحد بكين لا شح إلا بخل هذا هو الإسلام الحقيقي وإلا من الذي يدفع الصدق أن يخرج بماله كله وعمر بنصف ماله روى الترمذي وقال حسن صحيح وأحمد وبعضه في مسلم عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه قال ما نقص مال عبد من صدقه ما نقص مال عبد من صدقه ما نقص مال عبد من صدقه اسمعوا ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزة ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب الفقر انتبهوا يا أيها الناس هذو كل يمشي ويسعوا في الطرقين وفي الشوارع انتبه إلا ما كنت شيء محتاج ما تستخدم شيء ذيك الحيل لا رأى الله لك يطلع لك إلا افتحتي باب المسألة كتسعى للناس ومشي تقول له ما رأوا رب يغي يفتح لك باب الفقر وإذا كنت مظلوم واصبرت على ذك المظلم على ذك المظلمة إلا زادك الله عز وجل بها عزة نعم ووحدثكم حديثا فاحفظوه قال إنما الدنيا لأربع نفر عبد رزقه الله عز وجل مالا وعلمها فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله عز وجل فيه حقا فهذا بأفضل المنازل هذا الدنيا لأربع الرجل اللولاني الله عز وجل عطاه العلم وعطاه الفلس وعطاه المال وعطاه الخير فش كيعمل بهذا الفلس كي يتقي الله كي يخاف الله عز وجل ما كي ينفقهم شي في المحرمات ما كي ينفقهم شي في الحاجة اللي كالضر للبشرية واللي كالضلم ولا في الحاجة المعصية ويصل فيه رحمه كي يمشي ويصل الرحم ذياله ويعلم لله عز وجل فيه حقا فهذا بأفضل المنازل كي يعطي للفقراء والمساكن وما كي ينسى شي الضعفة هذا الإنسان في الدرجة الأولى في المرتبة الأولى نعم وعبد رزقه الله عز وجل علما ولم يرزقه مالا الإنسان الآخر الله عز وجل عطاه العلم ولكن ما عطاهش الفلس ما عطاهش المال فهو صادق النية النية دي الممزيانة يقولوا لو أن لي مالا لا عملت به عمل فلان فهو بنيته فأجره ما سواء كي يقول لو أعطاني الله عز وجل الفلس قا نعمل الخير ونصدق ونبني ونصلاح ونعمل دار الأيتام ونشر العلم ونعمل الخير ومن خليش احتشي فقير على وجه الأرض كين بعض الناس سبحان الله نفسية عندهم نفسية طيبة الله عز وجل خلق وفرق كين بعض الناس وعياذوا بالله ما يرحم ما يخلي الناس ترحم فنسأل الله عز وجل الدخل الرحمة للقلوب دينا يا أخوان الكرام نعم وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علم كين ويالي كثرتهم في هات الزمان ما عندهم الفلوس ولكن المخاوي العلم والو كيمشي تبخطر على الناس بالسيارة دياله والفخماوي يمشي تكبر على الناس ويمشي يعمل المحرمات يالي كثرتهم فهو يخبط في ماله بغير علم ها هو كيفسد في المال ياله بدون علم ويمشي تكبر على الصالحين وعلى الأولياء والله الحالات يا أخوان الكرام اللي كان سمعوها الله يصلح وصف شباب يعني مغتر بنفسه وعنده الديور يقول لك عندي الديور وعنده البرتمات وعنده الفيلات وعنده وتقول لك لغا ياخدهم معه للآخرة تكشي اللي حقق أما شي علم ولا شي ثقافة ولا شي أخلاق نشرها ولا شي مشروع ديال الأمة ديال نهضة الناس وقالوا لا يتقى لا يتقى فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق فهذا بأخبث المنازل ولا لا خير ولا شي كي أعرف كي أعرف غير غير لليال الحمراء وكي أعرف غير الفساد والإنفاق في المخدرات والأشياء هذه الله يصلحهم ويديهم وعبد لم يرزقه مالا ولا علما وكي إن واحدة النوعية ديال الناس ما عنده لا فلوس وما عنده لا علم نعم هذا فهو يقول ديش كيت منه كي يقول لو أن لي مالا لا عملت فيه بعمل فلح لو أن الله عز وجل يعطيني الفلوس أغنعمل في حال هذا كيف سد يعني نشري الطنو برسطيارة ومشي نتفخب على الناس ومشي نشير الفلا ونشير القصر ونشير كذا فهو بنيته فوزره ما فيه سوى وهكذا يبقى أهل البذل والإنفاق هم الموفقون بأفضل المنازل وأعلاها ويبقى الممسكون المتخاذلون البخلاء على نفوسهم وذواتهم بأخبط المنازل يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم أروا البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يضلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم وراجل تصدق بصدقة فأخفاها فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يامينه كي بعض الناس كي تصدقوا في الخفاء حتى وحيد ما كيرد لهم البل كي بعض الناس آخرين يخصون يقولوها لكل الناس تشوف أنا ديش عملت وذو تشوف أنا شحال تصدقت تشوف أنا شحال ديال الموسى كان عطيتهم لا أخي بغيتي الله عز وجل يظلك تحت الظل دياله نهار يوم القيامة فتصدق حتى وحيد ما يعرفه حتى الشمال ليالك ما ترشي الخبار حتى أعطيته باليمين ليالك طيب أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات اللهم وفقنا لما تحب وترضاه يا كريب اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتصدقين بأموالهم يا رب العالمين اللهم ارزقنا مالا حلالا اللهم يا رب العالمين اغني كل فقير يا الله اللهم يا لكثرتهم في أمتنا يا الله اللهم كل الفقراء المساكين المحتاجين يا رب العالمين اللهم اهد قلوب الأغنياء لينفقوا أموالهم على الفقراء الضعفاء المساكين اللهم بارك لهم في أموالهم اللهم اعطي كل منفق خلفا اللهم اعطي كل منفقا خلفا اللهم بارك لهم في أموالهم وأرزاقهم وصحتهم وأولادهم يا رب العالمين اللهم كل الضعفاء المساكين المحتاجين يا رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اغننا بفضلك الكريم اللهم اغننا بفضلك الكريم اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى غيرك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم إلى لقاء قادم والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى